موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة السلام عليكم معكم ورحمة الله الحلقة الجديدة وعالم السر والتقنية انا كنت عملت فيديو عن هذا الموقع لكن كان الصوت الناس اشتكت ان في مشكلة في الصوت فحبينا نعمله من تاني يكون الصوت افضل وهنتكلم فقط هذه المرة عن كوين بارك التطبيق او الموقع اللي هو مختص بالاستثمار في العملات رقمية طبعا التطبيق معمول بتاعه لما كشفنا عليه من شهرين التطبيق خاص بي او بتاعه معمول في هونج كونج وكالعادة خلوا بالكم ان في كمية اه تطبيقات كانتي مول وكال الحاجات دي بتيجي اما من الصينية اما من هونج كونج فخلاص بقنا كعرب مستهدفين حتى من دول شرق اسيا في النصب. دلوقتي بالنسبة للتطبيق التطبيق طبعا زي وزي اي تطبيقات زي كوين بارك اه كوين بارك عامل زي اي تطبيق تاني. هتلاقي هنا ان هو مديك لو هتشتغل بعشر في اليوم هتاخد اه من ستة لبوينت تمانية لو هتشتغل بتلات تلاف على تلتمية وستين يوم هتاخد في اليوم اتنين بوينت واحد لواحد بوينت تسعة بيغريك انك كل ما هتحط استثمار اكبر وفترة اطول هيبقى الاستثمار بالنسبة لك مغري او اه في فايدة لك. طبعا نفس اللي حصل في توكن فيس توكن فيس لما دخلت بتريد انها هتحط اه ارباح عالية للي هيستثمر لستين يوم وفي نفس الوقت بتريد انها زي ما قلنا كانت لما بتريد انها هتجمد الحسابات كل ده كان مخطط لي من الصدفة ولكن الناس ما كدش بتستمع للكلام وللاسف الموضوع انتهى. اه بالنسبة لكوين بارك طبعا في تطبيق موجود على جوجل بلاي. لما تخش تضغط على اه هتلاقي ان في كوين بارك جوجل تقريبا برضو مش عارف حاسس ليه ان هو مرتبط نوعا ما بتوكن فيس كلها حاجات يعني ملايات مش شركات. التطبيق فعلا شغال باله شهرين حيبتدي تخلي بالك انه هينصب. اه كل المواقع اللي احنا قلنا عليها الفترة اللي فات انها هتنصب نصب التيم والنصب زي ميديا نصب اه وبرضو لما اتكلمنا على اه كريبتو تاند وكل الحاجات اللي هتنصب نصب حتى توكن فيس لما اتكلمنا عليها والناس اريد تقول ده اعملوا افنت ده هما بيوزعوا فلوس يوفا لما برضو قاعدوا يقولوا ده بيعملوا اه اعمال خير بيوزع فلوس ما يغركمش الحاجات دي دي كلها مظاهر عشان تقتصب ثقاتكم ولكن في النهاية اللي بيحصل انكم بتفقدوا الفلوس فتح زير تاني لاي حد حاطت فلوس في في اقرب وقت اطلع من المنصة عشان خاطر اما تقفل ما تقفلش على فلوسك ما تعرفش تسحبها كل المنصات اللي يومين اللي فاتوا كانت فيه كمية منصات كبيرة جدا ابتدت انها تنصب ما تعرفش ايه اللي حصلوا لكن كله ورا بعض وكله بيستخدم نفس الطريقة اول ما ينصب يقول لك لازم عشان تسترجع فلوسك لازم تعمل ادعاية عشان خاطر انك انت تقدر تودع تاني في المنصة فابنان عليه دي بيتم النصب على الناس مرة يوم احنا هدفنا ان احنا نحن حصلك عشان خاطر ان فلوسك تحافظ عليها تاني كون بارك التطبيق في الصين ونصب معمول بهدف النصب مفيش حاجة اسمها روبوت بيتدول لك فيش حاجة اسمها اوتو سي ولد اوتو سي على فكرة افلك برضو مفيش حاجة اسمها ان هو في حاجة اسمها ان هو بيعمل اسواب او بيعمل مش عارف استثمار او عملة رقمية جديدة كل الكلام ده كلام فاضي واكتشفته من يعني الناس اللي امتبعها انها هي انتهى الموضوع كلام كله فاضي مفيش اي حاجة عشان ما اطولش عليكم الفيديو نهاية الكلام التطبيق البزنس موضي بتاعه مش حقيقي والهدف منه انه يخليك تخط اكبر مبلغ من الفلوس وتستثمر فيها الاطول وقت عشان خاطر يبقى ضمن ان كده مسحبتش ارباح ولا رقص المال الا بعد فترة ومحدش هي استثمار محدش يفتكر ان هو هيطلع كازوين من المنصة اطلع بفلوسك في اقرب وقت عشان خاطر متلاقيش كل حاجة اضعت اشوفكم ان شاء الله حالة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.